اشتركوا في القناة وكان مجلس الوزراء الموقر قد اشهد في جلسة هذا اليوم بما بذلته اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي خلال عام 2019 من جهود ايجابية لتنفيذ المبادرات واطلاق المشاريع الكبرى والبرامج الاقتصادية التي نجحت في تقليص العجز وحافظت على النمو الاقتصادي الايجابي وفي خلق فرص عمل جديدة يشير تقرير صادر عن مكتب معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول اعمال اللجنة خلال العام 2019 إلى ان اللجنة قد اختطت منذ تشكيلها مسارا للتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية التي تحمل شعار الوصول الى توازن مالي بين المصرفات والارادات بحلول العام 2022 مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي ايجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة وذلك استرشادا بما يحمله برنامج التوازن المالي من اهداف وبرامج ومبادرات من شأنها ان تضمن مواصلة المسيرة التنموية في ظل التحديات المالية والتي ستسهم مجتمعة في ان تضع المملكة على خطى انجاز رؤيتها الاقتصادية 2030 تقوم اللجنة طبعا برآسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بالاشراف والمتابعة في الامور المالية والاقتصادية اللي تعني في المقام الاول بدفع عجلة الاقتصاد وتنويع الاقتصاد كذلك تقوم اللجنة بالاشراف على الانفاق الحكومي وبالاخص على التركيز على متابعة البرنامج التوازن المالي وتخصص من وقت جزء كبير لمتابعة هذا البرنامج بحيث انه تتأكد من سلامة المسار واننا احنا ماشيين على الخطة الموضوعة والمتفق عليه ولقد كان التحدي الاهم امام اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي خلال العام 2019 هو محاولة خلق مزيج منسجم بالتعاون مع السلطة التشريعية ايواء بين مختلف الرؤى والتطلعات الرسمية والشعبية وترجمة ذلك كله في مشروع قانون محكم للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 تمت الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية بعد ان قام مجلس الوزراء الموقر بحالة المشروع الى مجلس النواب في وقت مبكر من العام الامر الذي عكس جاهزية الجهات الحكومية لمعالجة الاوضاع المالية وحرصا من اللجنة على ان يكون برنامج عملها منهجيا فقد اعتمدت في اولوياتها على سبعة محاور وهي بمثابة خارطة طريق للفترة الممتدة بين عامي 2019-2022 وتتمثل في تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي وزيادة الارادات غير النفطية وتوجيه الدعم لمستحقي وتطوير الية اعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري وتعزيز ادارة الدين العام والنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الحكومية واحددت اللجنة سبعة وعشرين برنامجا متفرعا من تلك المحاور من بينها متابعة فرق العمل الستة المعنية بتقليص المصروفات التشغيلية والاطلاع على التقارير الاقتصادية الفصلية لمملكة البحرين خلال العام 2019 والتي بينت نموا ايجابيا شهده الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة ست فرق تم تأسيسها كجزء من برنامج التوازن المالي والقصد فيها هي كلها ان احنا كيف نحد من الصرف الحكومي وكفاءة الصرف ايضا طبعا لن نقدر ان نصل الى رقم الصفر من الصرف لان في اشياء ضرورية لا بدنا نستمر فيها ولكن الهدف هو كيف ان احنا نقنن عمليات الصرف بحيث يكون الصرف بصورة اقتصادية وبصورة منطقية طبعا في قمة اولويات اللجنة بطبيعة الحال هو برنامج عمل حكومة اللي الميزانية الحالية انعكست فيه ولهذا سبب كافة المشاريع والمتطلبات اللي وردت فيه برنامج الحكومة فيه متابعة دورية من قبل اللجنة وهذا بطبيعة الحالي عزز من الامور الاقتصادية والمالية لان فيه هناك متابعة وفيه هناك تدابير تتخذها اللجنة من اجل تدارك اي ترتيبات سلبية قد تحدث نتيجة لتطورات المستوى القليمي والعالمي كما اولت اللجنة اهتماما بنتائج الزيارات الايجابية المتعددة الوفد شركة فتش للتصنيف الاعتمالي لمملكة البحرين وذلك يعود الى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة العزف الميزانية حيث تم تغيير تصنيف النظر المستقبلية من مستقرة بي بي ماينس الى ايجابية بي بلس مع الحفاظ على التصنيف الاعتمالي بعد فترة اطلاق البرنامج التوازن المالي المؤسسات التي تصنف البحرين الهيوان السستين ستندرد امبور ووكالة فتش قيروا من نظرتهم لنظرة مستقبل الاقتصاد من نظرة مستقرة الى ايجابية وهذه طبعا ان شاء الله تكون مقدمة لعادة تصنيف الى الافضل بالنسبة للتصنيف الاعتمالي لمملكة البحرين وهذا بالشكل يعود للمتابعة اللجنة لكل ما يتعلق بالوضع المالي والوضع الاقتصادي ان اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تسعى دائما لتكون جزءا من منظومة العمل الحكومية الرامية الى ان يكون الانسان البحريني هو محور التنمية وغايتها الاساسية موسيقى 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 موسيقى